شوف الحرب هي آخر العلاج آخر العلاج الكي أو البتر الحرب ليست بسبب ليست بخيار سهل لا يوجد قاعد دولة ومنها قيارات دول مجلس تعاون على رأس الملك سلمان راح ترخص بقواتها هذول أبناءنا الآن قدن مصر باكستان الأردن مغرب فلذلك قرار الحرب هو قرار الصعب ولكن هم وصلوا إلى حبل الوريد نحن الآن لا نتكلم عن منطقة تنافس مثل العراق أو سوريا أو لبنان قواعد اللعبة محددة معروفة يعني لا يمكن نقلب قواعد اللعبة في العراق لصالح الأخوة السنة على الشيعة أو على الأكراد نحن نلتزم بقواعد اللعبة هم لا يلتزمون بقواعد اللعبة هذا واحد ولكن اليمن شيء آخر اليمن تختلف عنهم في أنها جزم الجزيرة العربية في ظهرنا وفي عقر دارنا يعني وإحنا أصولنا كلها من اليمن كقبائل الجزيرة العربية فانظر إلى التاريخ بين فارس وعرب الجزيرة العربية في التاريخ يعني لم تتغلب فارس على قبائل الجزيرة العربية لم تتغلب لماذا لأنه فإذا نحن الآن نرث يعني عندنا مواجهات ذيقار قبل الإسلام بعدين حملة المثنب الحارثة في المدائن بعدين عفوا ذات السلاسل قبل الإسلام كذلك والمثنب الحارثة بعدين القاتسية بعدين نهاوند القدرة البشرية لفارس كانت دائما موجودة كانت دائما فارس متقلبة بشريا علينا الإضافة لأنها فارس هذه إمبراطورية عظمى ولسنا قبائل ودولات صغيرة فعندما نتكلم عن هذا الهم التاريخي وهو هم الدفاع الجزيرة العربية معناها الآن نحن يجب ولكن يجب أن نقاتل اليوم لأننا وصلوا إلى حبل وريد ولكن السؤال بالنسبة للدولة الصغيرة هل هل مواردها غير محدودة لا الجواب مواردها محدودة هل الزمن يلعب لصالحها الزمن لا يلعب لصالحنا هل عندنا أسلحة أخرى غير الطاقة العسكرية نعم عندنا الدبلوماسية عندنا الاقتصادية كالنفط عندنا المالية عندنا الروحية السعودية يعني بلد الحرامين وهل مجر فنحن نستخدم كل هذه الأمور يجب أن نستخدمها ولا نركز على السلاح فقط زين فإذن معناها بالنسبة لصانع القراءة الخليجي ما الذي يراد له وأن يقوم به وأن يستخدم هذا السلاح إلى أن يعيد التوازن وإلى أن يكون هناك قبول للشرعية ربما لا نستطيع حتى أن نعيد التوازن ولكن تنكسر إرادتهم في القتال وهذا مهم بالنسبة لنا ولا نريد من يكون مهزومين أبدا نريد من يقول نعم سوف نأتي إلى التفاوض الآن عندما يقولون والله أن التفاوض في السعودية أو في مصر هو راح يكون موجه ضدهم من الممكن نجتمع بأي مكان حقيقة هناك الحوار أيوة المهم حوار ولكن لا يكون هذا المكان الذي تطرح علينا إيران إيران ليس لها شأن في الخليج والجزيرة العربية هذا اللي أقوله بكل صراحة فيما بعد ذلك إيران تريد أن تتدخل باستخدام امتدادها في العراق للضغط على القرار العراق كما رأيناه في متمر القمة في التحفظ على القوة العربية يعني من هو راح يستفيد من القوة العربية اليوم في دحر داعش أكثر من العراق صح فمن هو هذا السياسي العراقي الذي يضع مصلحة العراق أمامه يتحفظ على هذه القوة عرفت؟ ما هي القوة التي يراد لها غدا أن تحافظ على السلام إذا وصلنا إلى حل سلمي في سوريا وأنا قلت هذا الكلام من 2011 لا يمكن أن يكون إلا حل سياسي الآن إذا وصلنا إلى هذا الشيء من الذي يحفظ السلم في سوريا قدن بين المتناحرين عقب ثلاث سنين أربع سنوات من سفك الدماء فيما بين الطرفين واللي أخل وأضعف البنية البشرية للسورية ككل من الطرفين كلهم سوريا من الذي راح يعيد التوازن إلى القرار السياسي في لبنان على سبيل المثال فنحن عندنا أمثلة كثيرة ما الذي يريد ما هي القوة التي تستطيع أن تحفظ السلام بين المتناحرين في ليبيا ما هي القوة التي حقيقة تعيد تحتها يستتب الأمن في قطاع قزة وفي سيناء بحيث أننا حقيقة نستطيع أن نتحدث مع الإسرائيليين ونرجع إلى مائلة التفاوض من الذي يعرقل في كل هذه الملفات؟ إيران فنحن